يعني في ناس مثلا بتلعب في جينفة تأخذ مثلا بوضر فيه مواد هيرمونية زي الأنابوليك ده هيرمون بناء أو أدوية فيها تيستستيرون ده هيرمون زكري أو أدوية فيها هيرمون نمو بالجروس هيرمون بتضر وهو بيأخذها مضروش بتضر عند منعها لأن لما بيأخذ تيستستيرون تبتدي جسمه ما يطلحش تيستستيرون بكفالة أنه موجود جاهز هو أخده لما ييجي بيمنع الدوة ده بيبقى عنده نقص في التيستستيرون عبال بقى إيه ما الجسم يبتدي تاني يزود مشاوطه طيب واحد خد تيستستيرون موضة طويلة طيب ممكن الخاصتين قديلهم فترة طويلة أنت بتدي التيستستيرون جاهز فممكن يحصل ضمور يبقى العضلات بتجبر وتحصل مشكلة تاني طيب ما اللي بيلعب ده ما عايز حاجة تديله طاقة أيوة لو هياخد بوضرات ما تبقاش فيها حاجات هرمونية تبقى مكمل غذائي فيه سعرات عالية وفيه بوتينات عالية لكن ما تبقاش فيه مواد هرمونية لأن المواد الهرمونية تاخد الهرمون يقل الهرمون في الجسم يبطل يفرز تيجي تمنعه ما يرجحش لطبيعته إلا بعد فترة طويلة طيب عبارة ما تحصل فترة طويلة دي أنت عندك الهرمون ده قليل في الجسم بمشاكله بقى ترجمة نانسي قنقر